اشتركوا في القناة ويندرج تحت بند التضليل إذ أن لجانا تعمل على مدارسها على التأكد من سلامة المنتجات الزراعية بمعينة هذه المنتجات وتأكد من صلاحيتها وسلامتها إذن ما هي الحكاية ولماذا تتعرض المنتجات البستانية الأردنية لهذه الحملات وهل هناك أساس موضوعي حتى لو كان قليل أشأن مثل هذه الحملات أي أن لا يمنح بعض المزارعين الفرص لانتقادهم حيثما يستعجلون في قطف الثمار مثلا للحصول على أسعار تفضيلية طبعا مع بدء موسم طرح المنتجات أسئلة كثيرة في هذا السياق سنحاول اليوم الإجابة عنها مع مدير تصويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة الدكتور أيمن الصلتي فأهلا وسهلا بك طبعا دكتور وهو لاحقا رح ينضم لنا الزميل دراغ غنام في بث مباشر من سوق إربد المركزي للخضار والفواكه رح يسأل عدد من المواطنين وباعين ومزارعين وحتى مشترين عن رأيهم في البضاعة المطروحة في السوق أهلا وسهلا فيك تكتور وشكرا على وجودك معنا إذن فلنبدأ أولا بالسؤال الرئيسي ليش عم بيجي الترويج هذه بالطريقة السلبية نعم صراحة نسمع دائما نحن على الترويجات اللي بتسير على بعض المحاصيل الأردنية بس أنا بحب أعطي مختصر عن دور وزارة الزراعة في الرقابة عن المنتجات الزراعية نعم المنتجات الزراعية بشكل عام هي خاضة على رقابة وزارة الزراعة بشقيها الدباتي والحيواني نحن في الأردن بالشقي النباتي حوالي 3.5 مليون طن إنتاجنا السنوي يعني رقم مهول يباع منه في سوق عمان 82% حوالي 2.5 مليون طن تباع داخل سوق عمان وهو أهم سوق مركزي عشان يكادر جيد جدا في هذا السوق وراقب كل المنتجات يعني أي كمية تدخل للسوق المركزي في أمانة عمان سوق أمانة عمان بتم معاينته وبالذات محاصيل زي البطيخ والشمام دائما نحن عندنا خبرة سابقة أنه بعض المزارعين زي ما جاء في التقرير عندكم أنه في ناس بتعجل في الحصاد فتلاقي المحصول غير ناضج هو مش إنه تالف أو في مشكلة لكن هو المزارع بتعجل بهدف الحصول على سعر أعلى من المعدلات الاعتيادية نعم نحن عشان هيك السيارة تايب بالذات كما تدخل كل سيارة بتم تحويلها لمكتب الزراعي في السوق أمان وتم فحصها وتم إدخالها إذا كانت مطابقة للمواصف القياسية الأردنية طبعا وزارة الزراع قامت بإعداد مواصفات قياسية أردنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تمام وموجودة منها طبعا كتيبات موجودة متاحة للجميع موجودة نسخ منها بالأسواق حتى اللي بحب تفرج عليها المتاحة الوضع بتابعته بشكل يومي وبشكل دائم ولكل إرسالية بتفوت للأسواق هلأ نحكي إحنا مثلا على البطيخ والشمام 90% يباع منه من خلال السوق المركزي 10% إنه بكون عارف إنه عنده مخالفة أو محصول ومش ناضج تلاقي بحاول يتهرب ويبيع المحصول في مناطق ثاني بيعه على بسطات أو تحت المعرشات المعروفة في موسم بيع البطيخ فدول برضو إحنا منتابعهم إذا وصلنا أي ملاحظة من أي مواطن إنه في محصول أو منتج غير مطابق في مشكلة معينة أكيد إذن إحنا بلغنا كوزارة الزراعة حتى نتابعوا ونأخذ الإجراء عليه عاما نحن نتلف كميات يعني مرات في بداية الموسم تعتبر كبيرة لأنه بيكون مش ناضج حتى المزارع يتأكد إنه مش رح يدخلها أو يبيعها في الأسواق بالشكل المريح طيب إذن خلينا نحكي عن المنافسين من الخارج ونحكي عن المروجين من الداخل كيف عم بتم تقييم هاي الأمور أحب أحكي عن شغلة مثلا البطيخ والشمى من المحاصيل الأساسية في الأردن نعم هذا بنحكي عنهم بالذات واستيرادنا منهم شبه يعني مش موجود إحنا كله إنتاج محلي يعني البطيخ والشمى عشان هيك هدول خاضعين لرقابة الوزارة وبتم متابعتهم من المواد الأولية لغاية تصلهم للأسواق وبعدين للمستهلك أنا مرات بقرأ بعض الأخبار تيجينا أنه في بعض المحاصيل مثلا محقونة في مواد ملوثة مواد كيموية علما نحن ما بستورد هاي المواد يمكن للعام الماضي كله 2018 استوردنا حوالي 8 طن شمام كان لغايات محددة لبعض المشاريع السياحية طلبه شمام من لون معين من مصدر من أمريكا الجنوبية كان موجود نعم وكلفتو عالي جدا لأنه بتمشحنه في الطائرات يعني لا يمكن حدا يتخيل أنه يجيك منتج غالي جدا ومحقوم في مواد كيميوية نعم ما هيك بتم فحص كل إرسالية بتصل للمركز الحدودي بحصها لمستوى المتبقيات بتأكد أنها سليمة مطابقة للمواصف الأردنية بسبب للمستوى المتبقيات بالذات وهالأساس بتم إدخالها لكن بحكي لك 98% 99% من منتجات مبطيق وشمام هي منتجات أردنية طيب وباقي المنتجات وباقي الخضار والفواكل اللي موجودة عنا بالسوء طبعا نحن 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 متابعة على كل المحاصيل حكيتك عنا طيب لا اللي بتم استيراده أنا أعطي مش تورط كل بحص كل إرسالية نسبة الاستهداف عنا للمواد الزراعية 100% لا يمكن تدخل لأردن أي إرسالية إلا يتم معاينتها من قبل الكوادر في المركز الحدودي أولا تم أخذ العينات من هاي الإرساليات وإرسالها للمختبرات المعتمدة لدى الوزارة بعد ظهور النتيجة إنها خالية وسليمة ومستويات المتبقيات فيها ممتازة خالية من حشرات خالية من الآفات الزراعية نعم بيسمح بيتخارها تدورها بالأسواق المركزية خير هيك ما بدخل أي إشي أكيد يعني طيب لما نحكي إحنا عن الشائعات اللي ممكن هاتنتشر لابد أن تكون ذات مصدر معين وما في مثل ما بيقول ما في دخال من غير مريعا لو لأنه المستهلك شاف إشي ما عجبه كان ما حكاه أم ما بتفق معي بالرأي أكيد أنا بلا متابعت إلى الإشياءات والأخبار بتصير بلاحظ أنها بتيجي بنفس اليوم يعني زي كنو أحد عمل تذكير إلها على الفيسبوك إنه 28 4 نزل خبر هذا نفس التاريخ تعاد معنا تابعت ثلاث سنوات في نفس اليوم نفس التاريخ يعني بالضبط بتم طرح نفس الخبر هو خبر طبعا بالصحيح مثلا إحنا من العام الماضي جاءنا خبر إنه مثلا عنا بطيخ أردني في أحد الدول اللي تسورد من عنا في مخالفة في متبقيات أعلى من الحد المسموح به تابعنا الموضوع مع هذه الدولة مقضين عينات من الأسواق التجزئة يعني حاطين هم ساعين عليها يا أفطاء إنه هذا المنتج أردني نعم لما تحققنا من الموضوع المنتج البطيخ نفسه اللي كانوا حاطين صورته هو مش أردني ومعناش من هذا الصنف بالذات راجعنا هذه الدولة وطبعا قدمون الاعتذار إنه هذا الحكي مش صحيح كان هو منتج من دولة ثانية لكن تعرف ببعض الأخطاء بتصير في أخذ العينات نعم وإحنا منتابع حتى المخالفات يعني إحنا منصدر لأوروبا مثلا حوالي 30 ألف طن حاليا بالطائرات منصدر حوالي 35 صنف من الخضار والفواكه بشكل يومي عندنا صادرات أنا بدأت لكر من العام الماضي والسنهاي أنه كان مخالفة وحدة في محصول الإلبامي كان فيها تجاوز بسيط وتم إبلاغنا وتعملنا مع الحالة ومع المؤزارع وتمتلى فيها نهائيا يعني الدول الأوروبية تعرف يتفحصوا بشكل دقيق جدا خيري بسنتين كاملات ما إجنوا ولا مخالفة إلا مخالفة واحدة طيب إذا مثل ما أنت ذكرت ومثل ما إحنا ذكرنا مسبقا عم بيكون في بعض المزارعين عم بيستاجروا بيقاطفة دمار والفواكه إيش إجراءاتكم مع المزارعين هدول طبعا المحصول نعرف إحنا كل محصول لدينا خارطة زمانية ومكانية للإنتاج مثلا البطيخ بنعرف أم تبلش بواحد أربعة مثلا هاي السنة كانت مميزة البطيخ إجاء مبكر شوي لأنه زرع وأصناف مبكرة ورقبناها من أول يوم مش شمام نفس الإشي مثلا اليوم عنا موسم الدراج بداية الإنتاج اليوم أول قطفة من مناطق الجنوب في الأردن تمام يعني يجت مدأخر عشر أيام بالعادة يجي قبل هيك لأنه الظروف الجوي جيت أبرد من المعدلات الطبيعية فاليوم عنا حملة مباشرة بالأسواق أنه يتابعوا الدراج ما يدخل قبل موسمه نعم هذا الحكي من مارسوا دائما مشوفوا يعني بتلقي حبة عجرة منسميها غير ناضجة غير صالحة للاستهلاك المباشر صحيح وعنا الشباب طبعا موهلين ومدربين بيفحصوا للمواصف القياسي الأردني بيفحصوا الصلابة الشكل الضربات اللي بتكون على الاتمار هاي العيوب الخارجية بنفحصها ونتأكد من العيوب الداخلية برضو اللي بتمثل اللي هي نسبة المواد المذابة أو المواد الصلبة الدائبة داخل التمرة اللي هي دليل على النضج هاي برضو متأكد في عنده بعض الأجهز البسيطة موجودة بالأسواق بيستخدموها عند الضرورة إذا شكوا في محصول إنه مش واصل للنضج المطلوب تمام وإيش بتكون الإجراءات بمجرد أن يكون إذا كانت مش متجاهز بنعمل له إتلاف أكيد تمام إحنا عنا كشف إتلاف طويل يعني للشغلات هاي في الموجود طيب على وسائل التواصل الاجتماعي وهلا حاليا عم بيكون الترند إنه كل إشي بدنا نعرف تفاصيل ونروح السوشيال ميديا بنشوف الناس إيش عم تحكي فيه للأسف مثل ما ذكرنا قبل في بعض من الأخبار المغلوطة اللي عم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن برضو ما بنقدم ننكر إنه نسبة كتير كبير منها عم بيكون صحيح تم نشر صور ليرقات موجودة داخل بعض الثمار إيش قصتها هذا خبر برضو قديم عمره سنتين تقريبا يرقاتهم بحكو أنه ديدان طبعا الناس اللي مش ضرعين في موضوع الحشراءات مثلا هي تطور من أطوار الدبابة دبابة الفاكهة أو دبابة البحر المتوسط هاي طريقة تكاثرها بتختار دائما هي الثمار للتكاثر داخلها بتحط البيض داخل هاي الثمارة هلا عندنا في الأردن وكل دول العالم في مزارع ملتزم عنده برنامج رش مقاومة مكافحة للآفات الموجودة في مزارعين ما عنده هاي الإجراءات ممكن ما يرش حق له بصير عنده بعض الحالات اللي هي الدبابة بتحط بيضها في هاي الثمار الطور الثاني لها بصير يرقى عشق الدودي عند الناس المستهلك العادي يعني فبطلع لي أخبار كتير وهالي هي سامة وقاتلة وغرقاتلة اللي بتسمع أشياء مرات غريبة يعني معنوال المواد إذا مجرد منت أكلتها يعني لكن بصير عليها إشاءة وبصير عليها لغطة كثير مرات اللي بسمعوا أخبارنا من برة بعتقدوا أنه منتجنا فيه إشي عشانك حنا دائما بنحاول نحكي إنه اللي بحط خبر إراعي الدقة لأنه مرات بسير للاقتصاد كله للقطاع الزراعي بشكل كامل يعني بتعرف دكتور وانت حضرتك عم تحكي أنا عم بفكر إنه بمجرد إنه فيه أشخاص عم تنشر هذه الأخبار الكاذبة سواء كان على وسائل تواصل الاجتماعي أو وسائل الأخرى لماذا؟ يعني السؤال بصفي إنه ليه فيه أشخاص عم تنشر هاي الأخبار المغلوطة أنا بجزيهم لنوعين صراحة من الناس ناس بحب الشهرة بالميديا يعني نتعرف الناس كالعاد يظهروا حالهم إنه عنده سبق وعنده خبار ويحب ناس كتير تشارك معه ومرات فيه ناس بتحط أخبار بوردة أنا بعتقد أنهم لبعض التجار مثلا بتنافسوا مع بعض بعض الدول اللي إحنا منصدر لها فيهنا منافسين كثير ممكن ينزل خبر عن منتج أردني حتى يحد من دخوله لأنه منتجنا بالخارج مميز صراحة وله زبائل كثيرة يعني موجودين وإنه وجود مستمر يعني نحكي على صادراتنا 600 ألف طن عندنا سنوي من الخضار والفواكه هاي بس لدول الخليج العربي غير المصادر الثاني الموديلها حاليا فسمعتنا إحنا كثير نحافظ عليها ومهتم فيها لكن المنافسة مع بعض الناس التجار بالذات اللي هم من بيستوردوا منها شيء ثاني يحاول يتجنب المنافسة مع المنتج الأردني بطلع له خبار أو شغلة زي هيك فبتمنى برضو إحنا ما نتبنىها يعني بشكل سريع طبعا بيتأكد من دقتها مية بالمية يعني دائما منحكي إيش ما يكون نعم نشوفها على وسائل تواصل الإجتماعية قبل ما نعيد نشره ضروري كثير إنه إحنا نتأكد من صحته ودائما الإشي لا صح إنه إحنا نرجع للمواقع الموثوقة واللي منعرف إنه أغلاطها ما رح تكون أو أخبارها ما رح تكون مغلوطة طيب بدنا نستفسر عن البطيخ وعن شيء معين ممكن إحنا نشوفه بالبطيخ عشان اللي كان نشارعي بين المشاهديين فيه أوقات بنشوف أنواع بطيخ بيكون فيها حزوز بيضة صحيح إيش السبب والله هاي الظواهر لها أسباب مختلفة يعني تفسيرها مش دائما بيكون دقيق لكن أكثر التفسيرات قربة للواقع هي تغير الحرارة بشكل مش شاتي يادي خلنحكي مثلا الموسم البطيخ الحالي كان يجينا مثلا الحرارة كانت شوية حارة بعدين نزلت برودة مش بوقتها نعم غير موجودة الأخيرة بعدين حرارة مرة ثانية هاي ممكن تسوي خلل في سيولوجيا في نمو النبتة ويظهر بعض الخطوط البيضاء داخل الثمرة نعم والجزء الثاني اللي هي الأصول اللي بيزرع عليها البطيخ غالبا بزرع على أصول من نبتات ثانية نعم تعرفي الأرض مرة تكون فيها أصابات بعض النماتود أو بعض الأمراض اللي بتأثر على البدار والبطيخ حساس جدا فبزرعوه على أصول مقاومة زي مثلا القرع نعم فهي المرات بتترك أثر بشكل بسيط جدا كخطوط مرت في هاي التفسيرات اللي بيحكي عنها الفسيولوجيين اللي بخصي النبات يعني انه السبب ممكن تكون لكن ما لها أي أثر لا على الطعم ولا على الجودة هي ظاهرة طبيعية بتكون موجودة نهائيا 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 تكون مرات شغلاتها بسيطة جدا يعني ممكن تكون موجودة لكن في الأردون عند السنة نهاية الحمد لله ما ظهرت عندنا نهائيا النوعيات اللي زرعت حاليا والأصول اللي اختروها المزرعين جنبتنا هالمشكلة نهائيا بخلال الموسم الحالي حتى اليوم أنا ما شفت ولا حالة من اللي كانت موجودة في السنوات السابقة تمام وكيف تم التعامل معها في السنوات السابقة هل بتروح للإطلاف أم أحكي أن هذه لا يلها أثر لا يلها أثر على جودة المنتج يعني تكون مرات خط واحد نتيجة اختلاف الحرارة بس غالباً هي الحرارة كانت مشكلة في السنوات السابقة ما كانت ماشية باتجاه معين خلنا نحكي نعم بصير ارتفاع وانخفاض بس يعني برضو خلال هذه الفترة يعني خلال هذه الفترة اللي احنا مرينا فيها كان خلال أسبوع ييجي يومين شوب وبعدين يومين دفا وبعدين يومين برد فالمقصود أنه برضو شفنا اختلاف في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية هل من المتوقع أن نشوف هذا الأثر على المنتجات القادمة والحسن أظن للوضع اللي كان في المنطقة الجنوب هاي الانتاج البطيخ والبوكر اللي ترافق مع حالة تغير الجوي نعم وتقريباً قرب يخلصوا موسمهم يعني في البطيخ في هاي المنطقة وما ظهر عندنا هاي المشكلة نهائياً يعني فالمزرعين الحمد لله كانوا تمام أمورهم جيدة في العام الحالي يعني والمناطق الثانية لسا ما بلش انتاج يعني مناطق احنا انتاجية لنا مختلفة بلش من الغور الأغوار الجنوبية بعدين الأغوار الوسطى الأغوار الشبالية الشفة غورية مناطق المرتفعة مناطق العجلون وشمال ايربيد مثلاً بعدين الصحراء بتيجي عنا مناطق انتاجية سي المفرق وأخر شي عنا في الجنوب العردن في الجفر والديسي فاحنا عنا موسم انتاجي طويل نعم يعني نتلافع معظم المشكلات بتكون في منطقة معينة لفترة بسيطة فالحمد الله وضعنا الانتاج الجيد والنوعية كثير ممتازة يعني كل الدول مستوردة عندنا بتاخد كل انتاجنا بكل ثقة وأمان ما علينا اي ملاحظات الحمد الله ومعملنا احنا كمان برضو مشان نتأكد من السلامة المنتجات اطلقنا في 2018 اللي هو البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات كان لنا مشكلة سابقة قبل سنتين نعم انه عندنا متبقيات موجودة في بعض الحالات بصير استخدامها بشكل اكتر من الحد المسموح به فاحنا تابعنا مع المزارعين زرنا حوالي 1200 مزرعة حاليا بالبرنامج وكلهم عملنا لهم حملات ارشادية وتأكدنا انهم استعملوا المبيدات بشكل صحيح ويستعملوا المبيد المناسب للنبات يعني انا بذكر انه المبيد اللي استولنا اشكالية كان مبيد مخصص لنبتات الزينة مش للخضارة فكان بعض المزارعين لقوا سعره بسيط نعم فعاليته عالية على الحشرات مثلا فاستعملوه بكتافة فكانت فترة امان الى طويلة سوت اشكالية فترة امان بتوصل الاربعين يوم بينما المبيد الاصيل تبع المحصول نفسه ممكن من ثلاثة لخمس ايام بعدين تقطف محصولك في كل امان نعم فحتى الوزارة عملت اجراء انها منعت هذا المبيد نهائيا ولغت تسجيله في الاردن حتى نضمن انه ما يتم استخدامه ولمينا كل المواد اللي كانت موجودة في الاسواق حاليا ما ظل منه تقريبا الا اشياء بسيطة جدا جدا تمام اذا دكتور سننتقل الى فاصل الان رح نتابع حوارنا معه وبعد الفاصل ايضا سينضمننا الزميل ضرار حتى نشوف المستخدمين والمستهلكين وطبعا المزارعين في هذا النطاق ابقوا معنا اذا اهلا وسهلا بكم من جديد ومستمرين في اصل الحكاية لليوم ومعنا دكتور ايمان السلطي مدير تسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة مرة تاني اهلا وسهلا فيك دكتور اذا مستمرين معكم مع المزيد من التفاصيل وحتى نكون اقرب الى المشاهد سينضم الينا الزميل ضرار غنام من محافظة اربد ورح يكون في لقات مختلفة رح يقدم لنا اياها صباح الخير ضرار نعم صباح الخير لين نحن اليوم متواجدون في الحسبة المركزية بمحافظة اربد لتسليط الضوء على الخضروات والفواكه وعلى جودة وكفاءة هذه الخضروات في الاسواق المحلية ولبيان ايضا جودة المنتجات المستوردة من الدول المجاورة والحديث اكثر ينضم الينا التاجر محمد اسليمان احد اصحاب شركات الخضار والفواكه في حسبة بلدية اربد تحكينا عن جودة الخضروات والفواكه في الحسبة المركزية والمنتجات الاردنية والله الجودة عندنا بسم الله ما شاء الله يعني جميع الاصناف متوفرة وبجودة عالية لكن ضعف الاسواق الخارجية هي اللي سبب التراكمات في السوق المركزي والمحلي منتجنا يعني ما علي حكي اي نعم في استخدام المبيدات بس استخدام ضمن المعايير يعني مش اشي زايد عن عدو المنتج اللي عنا بالسوق المركزي ممكن يكون فيه صنف في اخر موسم مو بس يكون فيه رداءة في انتاجه لكن باقي المنتجات وخلال الموسم هذا عنا انتاج ضخم وجودته عالي جدا وبتنافس الدول مع المجاورة جميعا يعني تركينا عن الاخطاء الشائعة او بعض الاخطاء اللي بقوم فيها بعض المزارعين من غطاف او رش مبيلات حشرية على الخضروات ممكن انها تؤدي الى تقليل من جودة المنتج الاردني والله شوف اخي الكريم النبتة هي كائن حي زيها زي الانسان احنا يعني بس نمرض منوخد علاج دوة هذا الدوة كيماوي مواد كيماوية راح يكون له اثار جانبية لكن بسيطة جدا والنبتة نفس الشي في عندها بتوخد سماد اللي هو الغذاء اللي احنا منوخده وعندها علاجات الادوة الكيماوية الاجبارية الاجبارية لازم ترش عشان تبيد الفيروسات والاوبئة اللي موجودة في النبات الانتاج بيكون ايش زيادة لا المزارع ما هو ماك الهواء هو قادر رش اللي عليه تيرش ايش زيادة في متابعة بالمزارع لها ادوية لها برنامج ادوية تيرش كل شهر مرة كل شهر ونص مرة واجبرة مجبورة شكرا لك اعطيك الله خافي والان ينضم الينا للحديث ايضا بشكل موسع ومفصل عن المنتجات الاردنية والخضار السيد ابو نزار البشتاوي هو مزارع وتاجر ابو يزن عفوا مزارع وتاجر في حسبة اربد اتفضل سيدي اتفضل ابو يزن يسعد صباحك ابو يزن تحكينا بشو تتميز المنتجات الاردنية المزارع الاردنية عن باقي المزارع في مختلف الاماكن دول الموجودة الحكد الله على نعمة الابر بالوطن على خيرات الوطن المنتج الاردني من افضل المنتجات الدول العربية الا ان نناشد البسؤولين وزير الزراعة ورئيس الحكومة والدولة بالوقوف جنبا الى جانب المزارع بتخفيض ذفقات الانتاج حتى يتسنى تصريف منتجاته باسعار مناسبة والوقوف الى جانب المصدر لانه هو عماد الحركة التجارية اذا ساعدنا المصدر الاردني وخففنا عنه القيود رفعنا الاسواق ونشطناها ونشط وزير الزراعة بتنظيم الاستيراد والتصدير والتعامل مع موضوع الجمارك على البضاعة الواردة الى الاسواق الاردنية بطريقة سليمة ويعني تكون تقدير الجمارك يكون سليم ونشط وزارة الزراعة بانها تسهل ووزارة العمل تسهيل امور العمال الوافدة لتخفيض كلف الانتاج على المزارع لان القيود والصعوبات اللي واجهها العامل الوافد وهو جزء من العملية الزراعية هي قاعدة هي هذا السبب هو الذي يرفع مستلزمات الانتاج وكلف الانتاج مما يرفع اثمان البضاعة على على المواطن لسبب زيادة الكلفة على المزارع الاردني ونسأل الله انه نغضر الخير عام على هذا الوطن قيادة جالة سيدنا المفدد نعم شكرا شكرا نعم لين سمعنا آراء المزارعين وتجار في حسبة محافظة اربد وبالمناسبة محافظة اربد او مدينة اربد تشتهر بالتربة الخصبة بالاضافة الى الجو المعتدل صيفا شتاءا مما يساعد القضار على ان تكون مميزة وبجودة عالية جدا الكلمة لك الان في الاستوديو نعم الزميل ضرار شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل اذا مثل ما لاحظنا دكتور الاشي اللي توافقوا عليه وذكروا كلهما انه عم بيكون في ارتفاع الكلاف على المزارع اغطينا تفاصيل وليش هالأدى عم بيحكوا انه عم بيكون في ارتفاع في الكلف على المزارع صحيح بسأل بحكي بالبداية انه كل المحاصيل الموجودة حالية في الاسواق هي محاصيل انتاج محلي يعني نعم لفترة احنا الاستيراد انه كثير محدود انه انه انتاج ذاتي كافي لتغطي احتياجات المملكة نعم كاملة بسأل محصول الليمون هو الوحيد اللي كان عندنا فيه شوية عجز والوزارة سمحت باستيراد كميات حتى نواجه شهر رمضان ويكون يعني سعره شوي مقبول تمام برغم انه كاني طبعا استيراده بالخارج ما نزل سعره لانه في الدول المجاورة النا برضو سعره مرتفع يعني كلف الانتاج والمزارعين موضوع شائق صراحة نعم لانه بيختلف من محصول لمحصول ومن موسم لموسم الوزارة طبعا بتراعي دائما انه هي تخفيض كلف الانتاج عن طريق تخفيض الضرائب مثلا المطلوبة على المواد الأولية دائما وزارة الزراعة بتطالب بعفاء كل المواد الأولية الداخلة بالقطاع الزراعي حتى تخفض التكاريف بتحاول تأمن اكبر مصدر من المواد هاي اللي بتدخل بالزراعة البذار المواد الاسمدة كلها بتكون خاض على الرقابة من مصادر جيدة حتى تجنب المزارع خسائر كبيرة نعم معظم مشكلة المزارعين عندما بتكون فيه ألية البيع صراحة الكل في صح عندهم حسب المحصول فيه محاصيل أقل كل فيه من غيرها لكن المشكلة الاقتصادية بوجهها المزارعين هو البيع نفسه لما بيع بالأسواق مرات ما بيأخذ حقه بشكل المطلوب لأنه بفوت بحلقات وهو مش تسويقية هو مش مسؤول عنها بس تدخل على السوق هي مسؤولية مين دكتور؟ هلأ عملية البيع والشراء هاي عملية برضو مشتراكية يعني بيشارك فيها التجار مثلا لأصحاب محلات الكوميسيون داخل الأسواق العرض والطلب مرات بيكون مؤثر لأنه مرات احنا بتزامن لدينا انتاج عالي بفترات زمنية بسيطة ممكن يأثر على الأسعار مرات انخفاض الصادرات في لحظات معينة كمان لأنه احنا الصادرات زي ما حكيت بأخذوا 600 ألف طن نأخذ حوالي 25% من انتاجنا الزراعي لما بنخفض صادراتنا مثلا لدينا عرض أكبر فتنخفض الأسعار فهي الأمور كلها بتأثر مرات كصعر وقيمة على مردود المزارع فهي الكلف موجودة دائما ما تغيرت لكن الأسعار والبيع واليطة البيع بتأثر على المزارع هل سيكون هناك توجه في المستقبل من قبل الوزارة اللي طرف لا في هذه المشاكل اللي رح يواجهها المزارع طبعا باستمران عندنا خطط تدنية اللي هي الهوامش التسويقية ونخفض بس إذا احنا عم نحكي عم نحكي عالمشكلة متكررة عم بواجهها المزارع فأنا برأيي مفروض أنه يكون في تصرف خلينا نحكي جدي أكتر من قبل الوزارة حتى يساعدوا المزارع اللي هو بيقضي موسم كامل بالزراعة وحتى بالأخير يطلع بمحصول يسترزق منه احنا بنحكي طبعا احنا أول جرعة مننا حتى نجنبه يعني منافسة من دول الجوار نحكي بالذات عشان هي steel مغنين الاستيراد لمعظم المحاصيل في فترات دروة الانتاج المحلي فهي أختمSal هذه كتير ساعدة المزارع انه يستمر ويبقى موجود في بعض المحاصيل وصلنا فيها لمستوى انتاج عالي زي البطاطا والبصل دائما يحكي عليهم لانه المزارعين تحولوا الهم وتيجي توجيه الانتاج من قبل وزارة الزراعة يعني بطلنا للاقي مشكلات تسويقية كبيرة حاليا لأنه توجيه الإنتاج وتوزيعه صار مقبول أكثر لكن متابعة الأسواق وقالية البيع هاي شغلنا الشاغل نحن عم دار الساعة يعني وإن شاء الله بفترات قريبة راح نقدر نلاقي بعض الحلول للتعطي المزارع حقه ما يتعرض للغبن من أي جهة ثانية إن شاء الله يعني بالأخير حضرتك سمعت رأي اثنين من الأشخاص اللي كانوا موجودين بالسوق المركزي بإربد وشوفت رأيهم بطريقة مباشرة وبرأيه هذه أجمل طريقة ممكن نحن نوصل فيها الرسالة بطريقة مباشرة من قبل المواطن للوزارة مباشرة راح ننتقل سؤال ولكن هو مش ذي صلة لا الموضوع الرئيسي اللي احنا عم نحكي عنه بما نحضرتك دكتور مدير التصريق والتجارة الخارجية ليش لهلأ عندما نتحدث عن صادراتنا إلى سوريا متواضعة صادرات في سوريا والحال الإجراءات بيننا وبين سوريا موجودة يعني كتبادل تجاري كان موجود في الفترات السابقة كإجراءات ولكن هل فعالين عم بيطلع صادرات لا ما أتم بالسوريا نفس الاشي عندهم إجراءات أنه ما بيحتاجوا بعض الصلاع في فترات عندهم حماية لمنتجاتهم المحلية يعني نعم هم ما بيستوردوا لأنه في عندهم إنتاج وإنتاج كافي ممكن يصدروا كمان منه هم من الدول المصدرة نعم واللي بتنافس الأردن حتى في دول الخليج يعني فاحنا كمان نفس الإجراءات عندنا إذا احنا مش بحاجة لسلع معينة نعم ما منستورد برضو فهذه الأمور اللي هي الاستيراد وعدمه موجودة ومتبادلة بين كل الدول هنحكي الإقليمية في المنطقة المحيطة فينا يعني كل الدولة بتحاول تحقق حماية لمزارحها حتى تعطيه أكبر فرصة للتحقيق ربح ويتضل مستمر فهذا الإجراءة بالنسبة لنا يعني موجود يعني وبالنسبة لهم كمان أكيد بمارسو يعني ولكن على أمل أنه احنا نشوف خطط نحكي تصدير من الأردن إلى باقي الدول يتطور أكتر وأكتر بالأخير سيكون مصدر اقتصادي ينعش هذا المجال إذن دكتور أيمن الصلتي وهو مدير تصويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة كان معنا اليوم في الأستوديو شكرا لك جزيلا دكتور على تواجدك معنا لليوم ومرة أكرا الشكر للزميل درار اللي وجوده معنا من إربد